اشتركوا في القناة والخليج العربية بيت خليجي واحد وجامع مظلة لكافة ابناء الخليج الذين تجمعهم اواصروا من القرب والنسب والدين والمصير المشترك هذه المنظومة الرصينة حضيت بدعم كريم وكبير من القادة المؤسسين لها الى وقتنا الحاضر بالعديد من المواقف والشواهد ولا يفوتنا في هذا السياق بان نشير الى حرص مملكة البحرين خلال فترة ترأسها للدورة الحادية والاربعين لمجلس التعاون على متابعة تنفيذ اجندة العمل المشتركة محققة بذلك الكثير من القطوات الهامة التي تصب في مصلحة عمل المجلس لما يسهم في الارتقاء بمسيرته وشهد العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه دفعة من قبل جلالته الذي يثني دائما على ما حققه مجلس التعاون منذ تأسيسه من انجازات ومكتسبات عديدة في كافة الميادين ودائما ما تؤكد كلماته ايده الله في مختلف المحافل على دعم المملكة الكامل لكل ما يصب في مصلحة الخليج العربي وسيبغى التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية وأيا كانت التحديات وأن بلادنا تعتز بالمسير الخليجي المباركة ودائما ما شهدت مملكة البحرين زيارات الاشقاء قادة دول مجلس التعاون الذين تحتفي بهم مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا في دلالة على مدى رزوخ حب البيت الخليجي الواحد لدى كافة المستويات في مملكة البحرين وهو ما يؤكده جلالة الملك المعظم في خطاباته السامية أيضا على المستوى الداخلي والتي تؤكد أهمية منظومة مجلس التعاون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر